اشتركوا في القناة بين مراكز البحوث والدراسات عالميا تحت شعار مجتمع فكري وإنساني واحد مراكز الفكر والبحوث والدراسات هي عصب العمل المتطور والمنهجي الحديث الذي تسير وفقه الدول والمجتمعات لصياغة مستقبل أفضل وهذا ما تمحور حوله منتدى مركز دراسات الثالث 2020 والذي ناقش في يومه الأول دور مراكز الفكري في مكافحة جائحة كورونا قد انطلقت أعمال منتدى دراسات الثالث اليوم والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام وقد أتى مجموعة من الكتاب والمفكرين والباحثين من مختلف مناطق العالم العربي وأيضا من مختلف الجهات سواء كانت المراكز الفكرية أو المراكز البحثية أو الجامعات على سبيل المثال المنتدى شارك فيه نخبة من الباحثين والمفكرين من مختلف مراكز الفكر والدراسات في الوطن العربي وشهدت الجلسات التي عقدت عن بعد تفاعلا مكثفا وحوارا بناء استمر طوال مدة المنتدى في يومه الأول اليوم رأينا ما هي الهواجس التي تشغل قطاعات وشرائح عديدة في الدول العديدة حول هذه الكائحة وكيف التعامل معها والأهم هنا ما هو دور مراكز البحث والدراسات في التوعية بالحد من هذه الأثار وبرسم ما يمكن أن اعتباره خارطة فكرية لمسارات العمل المستقبلي التي تتطلب ليس فقط دور مراكز الدراسات ولكن تتطلب تعاون الجهود الرسمية مع مسئلاتها الشعبية في مواجهة مثل هذه الكائحة بالرغم من أن المنتدى جاء عبر الاتصال المرئي إلا أن التفاعل كان كبير جدا جدا فنسبة الحضور الذين شاهدوا المنتدى والملتقى كان كبير وبالإضافة إلى ذلك فإن عدد الأسئلة التي طرحت والتفاعل من قبل الجماهير كان كبيرا جدا في منتدى دراسات الثالث إعلان رئيس مجلس أمناء المركز عن مبادرة المركز للتضامن والتعاون البحثي والفكري بين مراكز البحوث والدراسات حول العالم أكد مكانة هذه المراكز وتفاعلها الإيجابي في نقل الخبرات وتبادلها لما يحقق المصلحة العامة في التصدي لهذه الجائحة عالميا بهذه الحماسة وهذا التفاعل الكبير اختتم اليوم الأول من منتدى مركز دراسات الثالث الذي جاء بمشاركة عربية ودولية واسعة لمناقشة دور المراكز الفكرية في مكافحة جائحة كورونا يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرية